قبل الفاصل كنا بنكلم عن الصدق كل واحد عنده اولاد صغيرين او بنات يعلمهم ما تخافش يا ابني قول قولي الحق ما تخافش وما تعقبوش عشان قالي الحق تعقبو حيقره تاني الحق ويرجع لانه يجذب وإحنا زي ما اتفقنا ان الصدق عكسه النفاق في رسالة جاية من واحد اسمه احمد حسام ده ابني بقى ده ابني انا دلوقتي ريقي دايما ناشف وبعطش كتير بعطش كتير باشرب ميا كتير بعمل حمام كتير عملت كل التحاليل مصبوطة وممكن ابعتها لك ايه سبب العطش ونشفان الريق سؤال هم جدا 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 تعالي ناخد بلاش نقول ريقي ناشف تعالي ناخد واحد بيتبول كتير ما هو بيتبول كتير لازم يعوض الميا يعوض الميا يعني ريق ناشف ودي والله والله لا تستحق الا سبحان الله سبحان الله ربنا عاملك جزء في مخ تخليك تعطش متى لو الميا نقصت في جسمك اللي عرقش جديدة جدا اللي تبول كتير طيب اللي كان ملح كتير اللي كان ملح كتير الملح دخل في الدم غير ضغط الاسموزي عارفين الكلمة دي انه يغير الضغط الاسموزي للدم لازم يحطه ميا عشان ما متش يعطشك عشان تشرب ميا العطش نعمة كبيرة جدا اللي بيفقتها اللي بيفقتها ممكن صحته تروح ممكن حياته تنتهي انه يفقد العطش العطش ده نعمة كبيرة جدا انت دلوقتي جسمك في عدد من الليترات الميا عدد معي نقص ده مش عارفه انا اش عارفه انا هتوزن كل ساعة هروح اتوزن عشان نشوف جسمي نقص ولا لا ربنا عمل لك هنا سنسور خطير انك تعتش فاللي بيتبول كتير ده مشكلة طبية عندنا كبيرة جدا قد يكون السبب في الغدد قد يكون السبب في الكلة قد يكون سبب نفسي تخيل غدد ابسط حاجة زي السكر مرض السكر مرض يمتاز بتلت حاجات مهمة جدا واحد عطش كتير اتنين بول كتير تلاتة جعان وبيخس يعني بيأكل كتير رغم الخساية دول التلاتة الميجور بتوع السكر يعني اما واحد يجي يقول لي انا باكل كتير قوي مع ذلك بخس انا بعتش كتير جدا انا بتبول كتير جدا هقول له انت تسعين في المية هتطلع السكر تقول لي يعني ده اعراض السكر اقول لي خلي بالك خلي بالك من اللي جاي ده اربعين في المية يعني تقريبا نص من مرضى السكر ما عندهمش اعراض خالص لا بيعتش ولا بيتبول ولا بيجوع الثلاثة الكلاسيكية اللي احنا قلناه اربعين في المية من مرضى السكر ما عندهش اعراض ماشي زي وزيك بالزبط عايش وبيلعب كورة وبيتنطط ويروح بعزايم وبيأكل كل حاجة اذا اطلع من دي بايه اذا تحليل السكر روتيني اللي باعت الرسالة اللي هو احمد حسام بيقول انه هو بيتبول كدير جدا وعطشان جدا ده له امرات كثيرة جدا جدا عندنا غدة تحت المخ بالزبط اي في الجمجمة في الجمجمة هذه الغدة جزئين جزء امامي وجزء خلفي ملاش دعوة بالجزء الامامي اللي هي الغدة النوخ خامية الغدة النوخامية جزئين جزء امامي وجزء خلفي ملاش دعوة بالجزء الامامي بيطلع هرمونات تتير ينشط الغدة الدرقية وينشط الغدة القذرية وشغل كتير تعالى على الخلفية بقى الجزء الخلفي من الغدة النوخامية اللي هي تحت المخ اي في الجمجمة جوه هنا بتطلع هرمون مهم جدا اسمه مانع الاضرار مانع الاضرار يعني ايه يعني انا طبيعي هنزل الميا اللي في جسمي كلها لا هو يقول الكلا لا خلي الميا دي نزلي لتر ونص في اليوم بس من لتر لتر ونص والباقي انا محتاجه طب لو الهرمون دا مش موجود الميا كلها هتنزل غالبا الرسالة بتدور حول هذا حول مرض مهم جدا جدا اسمه نقص الهرمون مانع الاضرار بفضل الله وبكرمه علينا ان العلماء والعلم طلع علينا الدواء البديل فيه اقراس وفيه بيت شام ياخده كأنه خد مانع اضرار فبوله يبقى معقول ويبقى في الحدود المعقول لما من غير هذا الدواء العين بيتعب جدا 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 كل ربع ساعة يخش الحمام وكل ربع ساعة يسكبات مية لان هو مش عارف يمسك المية في جسمه مش عارف الهرمون المسؤول عن منع المية انها تجري مش موجود الكلة بتشوف الهرمون دا تحتفظ بالمية ما تنزلش مش موجود الهرمون دا بس المية تجري من الكلة وتنزل كميات قد تصل الى 6 و 7 و 8 لتر في اليوم عارف الرقم 6 و 7 8 لتر في اليوم هو طبعا لو ما شربش هتبقى كارث فهو بيشربهم وبالتالي الهرمون دا انا اشك ان هذا المريض يكون عنده هذا المرض انه ما العرض بيجي من ايه بقى ساعات واحد يتخبط على دماغه ساعات حدثة اخر واحد شفته بهذه الحالة كنف بيجري على رخام وتزحلق وقق على دماغه وبعدها بمدة بعدها بمدة عشان كده المريض دا لازم يسأل مش تقوله حاليا دا انت على مدى خمس ست سنين ايه اللي حصل